بسم الله الرحمن الرحيم أرد في الأثر أن من عرف نفسه عرف ربه وهذه المقولة من أجمل وأرواع المقولات إذا عرفت نفسك في مقامها ستعرف ربك العظيم في مقامه جل جلاله وتقدست أسماءه من نحن؟ من أنت؟ نحن في الحقيقة مخلوقات مخلوقات مركبة خلقنا الله سبحانه وتعالى وصورنا وركبنا قال تعالى في أي صورة ما شاء ركبك نحن في الحقيقة أموات الآن نحيا بإحياء الله لنا الآن اللحظ الآن لو تخلى الله عنا لتلاشينا هباء منثورا وكنا في العدم سبحانه يقيمنا ويجمعنا ويحيينا ويطعمنا ويسقينا نحن عديد فقراء إلى الله العظيم تخيلوا يا أخواني أخواتي النظر الواحدة من نظراتنا الصورة الواحدة المشهد الواحد كم فيه من الذرات لكي يتشكل هذا المشهد فيه مليارات الذرات وكل ذرة من هذه الذرات بما تحتويه من نواة ومدارات وأفلاك كلها تحتاج إلى طاقة وإلى قوة وإلى جمع وإلى تنظيم وإلى ترتيب النظر الواحدة فقط كم فيها من أنعام وقوة ومدد وكرم إلهي لك أنت فقط لتشاهد هذه النظرة وهذه الصورة لذلك الله جل جلاله هو الأكرم كرمه لا ينقطع مدده لا ينقطع هذه فقط نظرة واحدة تخيلوا بباقي النعم الله يملكنا الآن هو المالك الحقيقي لنا لذلك كان لزاما علينا أن نخلص له الحب ونخلص له الوفاء ونخلص له العهد الله أقرب إلينا مما نتوقع وأعظم وأعلى مما نتخيل الزمان مخلوق من مخلوقاته والمكان مخلوق من مخلوقاته والعدم مخلوق من مخلوقاته إذا علمنا الله سبحانه وتعالى أنه المحي فماذا نفهم نفهم أننا الآن نحيا به سبحانه وأقسم بالله لو شاء الآن يسلب أرواحنا سبحانه وتعالى هي ملكه نحن كل يوم ننام ونموت الموت الصغرى وفي الصباح نقول الحمد لله الذي أحيانا الآن نحن أحياء بأمره يأذن لنا بالحياة هذا المخلوق الإنسان إذا اتصل بالملك الجبار صار أعجوبة من العجائب صارت روحه خالدة أبدية في النعيم الأعظم في مقعد صدق عند مليك مقتدر يخلد ولا يموت أبد الآبدين في المقربين عند الله الحميد العزيز خالق الجمال والإحساس والإحسان الذي بيده خزائن ألوان السعادة والفرح أي شرف وأي عز هذا العز وأي طموح وأي غاية أعظم وأعلى من هذه الغاية إذن هو الذي يستحق الشكر حقا هو الذي يستحق الحب حقا يا أخو يطعمنا ويسقينا ويحفظنا ويحمينا ويأوينا يعلمنا بأن له الأسماء الحسنى كلها لماذا؟ حتى نحبه ونتعلق به حتى يرتفع عنا حجاب المادة ونرى الجمال الحقيقي لننظر إلى آلاء الله وأنعام الله التي حولنا نظرة الشاكرين لنتذكرها دائما لنستحضر هذه المعاني في قلوبنا دائما لننظر إلى يد الله الكريم إلينا لننظر إلى الحقيقة كفان حجابا كفان بعدا كفان ماديات الماديات يا أخواني أخواتي والله أهلكتنا ومنعتنا ومن انقطع عن الله بهذه الماديات وهذه الأشغال الدولوية وهذا الاستعجال والله مسكين انقطع عن الجمال الأعظم والخلود والنور الأكبر الله جل جل علموه اللهم إني أشهدك أني أحبك اللهم فاكتبنا من أحبابك اشتركوا في القناة